أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصفى مدبولي أن الدولة تحرص على تشجيع وجذب المشروعات الصناعية التي تستهدف التصدير وتهيئة البيئة المواتية للتوسعيها وتطويرها لدفع عجلة الاستثمار والتدعيم الاقتصاد جاء ذلك خلال جولته بعدد من مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث شهد افتتاح المركز اللوجستي لشركة مرسيدس بانز بالمنطقة الصناعية بالسخنة إلى جانب افتاح وتفقد عدد من المشروعات الصناعية للقطع الخاص